السلام عليكم وهلوهلوه يا مسائل جمال والسعادة عليكم يا امراتي وحشتوني كتير كتير يارب تكونوا في احسن حال اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة مع بعض فيديو لسيدة تركية عندها كده كل حاجة بجد بتنطق من جمالها سواء افكار ترتباتها مشترياتها الجديدة تقدماتها الحلوة بيتها كله عموما مريح جدا لابعد الحدود تعالوا نتابع الفيديو النهاردة مع بعض ونشوف كل التفاصيل وبتمنى ان هو يعجبكم لايكاتكم الجميلة يا احلى اميرات ويشرفني طبعا لو انت لسه جديدة معايا تشتركي معايا في القناة وفعلي جرس على الكل وكمان اكتبي لي تعليق عشان ارحب بيك ان شاء الله في الفيديو الجاي زي ما برحب بحبيبتي الغال يا ريم شكرا جدا جدا على كلامك الجميل يا رب دايما عند حصن ظنك بكل حاجة تعجبك احلى احسان عيوني ليك يا حاضر وكمان ريمة وحبيبتي ام روان وسميرة وكمان نجاة شكرا جدا جدا على كل كلامكم الحلو يا رب دايما كده موجودين مع بعض بكل حاجة تبسطكم وتعجبكم وتخلوا بيتكم احلى بيت في الدنيا يا احلى اميرات يلا انت كمان شرفيني باشتراكك واللايك الجميل والتعليق الحلو وتعالوا نبدأ مع بعض فيديو النهاردة افكارها حلوة قوي قوي في حاجات كتير قوي زي ما قلت لكم كده الترتيبات وتنظيمات لكل حاجة هتلاقوا كل مكان ليه روح خاصة بيه وتنظيم وترتيب حلوة قوي قوي زي ما شفنا كده بعض الترتيبات كمان هنا للحمام للجيكورات تنظيماتها للفوت او للمناديل كل الحاجات دي بتبقى تفاصيل صغيرة لكن لما تلاقي نفسك بتعمليها ككل بتلاقي الشكل العام بيبقى حلو قوي هنا كمان طبعا السيدة التركية يعني تقدمات حلوة يعني الفناجين يعني طريقة ترتيب كمان للكوسترز وللمفارش كل الحاجات دي شوفوا منظمها في الادراك بطريقة جميلة قوي تفتحها اي مكان بتلاقيه يفتح النفس هو كمان بطريقة ترتيب بتكون حلو لكن طبعا معرضة زي ما واردنا في اول الفيديو كده ان ممكن الحاجة دي كلها تبقى مقلوبة فوق بعضها لكن طول ما انت على طول بيت ايدك موجودة في الحاجة وبتنظمي وبترتبي هتلاقي ان الموضوع هيبقى سهل عليك ومش بيبقى مراك ان طبعا زي ما احنا شوفنا كده تنظمها كمان لأكتر حاجة بتبقى مزعجة الاكياس شوفت ان هي نظمت الاكياس بطريقة جميلة جدا حتى هنا كمان البكر الرولز بدأت برضو ان هي تحطه في منظمات المنظمات دي على فكرة صغيرة يعني مش حجمها كبير وبدأت كمان ان هي تحطها كلها في درج يعني مش في ضرف او في مكان واسع لا في الدرج هنا بدأت تحط كل الاكياس بتاعتها السبونج الفوت حطتها في منظمات جنب بعض ونظمت المكان بشكل فعلا مميز حتى هنا كمان برضو شوفنا المشروبات دايما بنشوف الباكتس بنحطها في منظمات كده صغيرة او علب صغيرة لكن هي هنا احتفزت بالعلبة نفسها هتلاقوا ان هي مش بتستخدم منظمات كتير قوي فحاجات كتير قوي عندها لكن بتقدر ان هي تنظم المكان حتى لو في العلبة بتاعته او بتاعت المنتج بتاعه او كده بتلاقوا ان المكان فعلا برضو بيكون حلو قوي هنا كمان فكرة تنظمها للاكسيزرز ومن اكتر الحاجات اللي بتدخل في بعضها وبتبقى مشكلة كمان خصوصا لو نزل مشوار ومستعجل وعايز تلبيسي حاجة سريعة ففكرة ان احنا النظمها كمان اكيد هتوفر عليك وقت ومجهود كتير قوي زي ما شفنا افكار المنظمات المختلفة وتقسماتها الحلوة اللي بتبقى عملية لكل حاجة وبتبقى مناسبة لها كمان هنا برضو عندها حتى تنظمها الادوات الميك اوب وكمان العناية بالبشرة وبالجسم الخاصة بيها بتنظمها بطريقة بصرف النظر بقى عن المنظمات اللي بتستخدمها او ازاي بترسهم وبترتبهم فكرة ان هي بتحط كل لون في مكان دي حاجة برضو يعني كانت حلوة قوي ان هي تجمع اللون البنكي في مكان هنا كمان اللون الدهبي او اللون الاسود كل لون من الانواع ديت في مكان معين بيدي شكل حلوة قوي للدرج او للدرف اللي انت بتفتحيها بطريقة التنظيم الحلوة دي هنا كمان برضو تنظيمها للمطبخ اول فكرة اللي هي بتستخدم لون موحد للمكان كله زي هنا اللون البنك اه سواء في المجات او في الكوبات اللي بتستخدمها او كمان في الاجهزة اللي هي بتستخدمها على الرخامة عندها وهنا كمان كانت طريقة تنظيم تانية سواء باللون الاسود او باللون الدهبي فبرده يعني فكرة حلوة منها او لمسة حلوة تدي شكل حلو كمان للرخامة ان هي تخلي كل الالوان بشكل موحن دي طبعا مش ضرورة بس لو كان متوفر عندكم حاجات بنفس الالوان وجمعتوها مع بعض وكل مرة تغيره في الجيكورات اللي موجودة هتحسوا ان المكان كل مرة مختلف طبعا سيدة تركية من الحاجات المشهورة جدا اللي دايما بنشوفها عندهم اللي هو استخدامهم للطأم اللي هو شطرنج بقى تريندي جدا وفي حاجات كتير مش بس فيه ادوات المطبخ والكبيات والاطباق في حاجات كتير مفارش وسجاد وسطاير وحاجات كتير قوي ففكرة ان هي تجدد عندها دايما بالحاجات التريند زي ما شفنا كده الطأم الاسود الشطرنج او كمان هنا الاسود اللي هو الصغير وتغير فيهم بقى عندها في الجيكورات اللي هي حطها كمان ده برضو من الحاجات اللذيذة زي ما هي استغنت عن الطأم ده وبدأت تحط الطأم الجديد اللي برضو باللون الاسود بس تشوفه طبعا ده شكله مختلف جدا جدا للمكان وبتبقى طريقة حلوة ان احنا نقدر نحنا نغير زي ما بقولكم دايما بالشرط نشتري ديكورات جديدة او حاجات جديدة ممكن بالحاجات اللي عندك في المطبخ المجات والجارات والحاجات ده تقدر ان انت تعمليها وترسيها وتبقى شكلها ديكور مميز وحلوة اوي في الجزء ده عجبني جدا الرفوف اللي هي كانت حطها وعليها البرات كانت برضو شكلها مميز وحلو وهنا كمان شوفوا طريقة تقدمها للمشروبات اللي عجبني فكرة ان هي بتحط الفيونكا دي الفيونكا الكليبس اللي بتحطها في الباكت بتاع المشروب او ان هي تحطها على الفنجان طريقة رواءنها كده في ان هي تحط تقدم الحاجة بتاعتها بطريقة حلوة فكرة ان هي تستخدم الورد في المشروب او ان هي تستخدم حاجات للتحلية زي السكر يبقى طريقة تقديم حلوة كل دي افكار بجد بتبقى زي ما بقولكم تبقى بسيطة لكن لما بتعمليها بتحس ان انتي غيرتي وجددتي حتى تقديمك كمان للديوف بيبقى فيه تغيير وبيبقى شكله احلى تنظيمة هنا كمان برضو لحاجات الميكوب الخاصة بيها شوفوا برضو هتلاقوا ان الادراك في الاخر ما استخدمتش اي منظمات وحطت كل حاجة في مكانها بطريقة حلوة سواء الفرش في مكان واحد او الروج او العلة بتاعت الروج جو او بتاعت الايشاد والحاجات دي كلها في مكان واحد يعني ما تكلفوش نفسكم بس الاهم فكرة ازاي احنا ناخد افكار من الفيديو ازاي نتشجع وان احنا يكون عندنا حماس نقدر نرتب اي حاجة عندنا لابنشوف طريقة التنظيم او الترتيب دي بتلاقي نفسك انتي كمان اتحمستي اه انا عندي مكان زي ده ممكن اروح ارتبه بنفس الطريقة فدي يا رب كده يعني تكون حاجة تكون محفزة لكم وتكون حاجة حلوة تقدروا ان انتوا استفيدوا بيها في بيتكم تاخدوا افكار كنت طالبين افكار لتنظيمات المطبخ وازاي نحط ديكورات على الرخامة النهاردة شفت افكار كتيرة جدا مع السيدة نقدر نحنا نعملها وكمان فكرة تنظيم الادراج او الدواليب والمنظمات المختلفة برضو شفنا مع بعض انا فكرة ان هو الروج لما بيخلص عندها وبيبقى فيه بواقي منه من تحت خلاص مش بتطلع هي بتاخده بتطلعه باي حاجة كده وبيتسيحه تاني وبتقول ان هي حطيته في الغطا بتاع العلبة بتاعت المرتب تقدر تحطيه في اي علبة عندك بس فكرة ان انت تستغلي الحاجات اللي هي خلاص هترميها لو فيها لسه بواقي استغليها كمان طبعا الدنيا بتزيد والمصاريب بتزيد وكل حاجة بتغلى فحاول ان انت حافظي على قد ما تقدر يكون اقتصادية في بيتك في اي حاجة عموما تعالوا كمان اخر حاجة في الفيديو نشوف معايا طريقة تقديم حلوة جدا لتحليات المختلفة اللي هي بتعملها زي فكرة طبعا انتو بتعملوا الكريمة او المهلبية المسمة اللي موجودة عندكم اللي هو اللبن مع النشا والسكر بتضيفوا عليه النكايات المختلفة وكمان ضافت عليه هنا شوية من الكريمة شوية من القشطة او الشوكولاتة وما تديوا نكهة للخليط بتاعكم وقدمتوا في الكبيات من تحت حطة البسكوت المطحون وبدأت تحط الكريمة بتاعتها وتقدم عليها الفواكه من الحاجات السريعة والخفيفة وتبقى حلوة كمان في الجو ده او طريقة تزيينها لأي كيك موجود عندك ان انت تحط عليه برضو الكريمة وتبدأ ان انت تحط الفواكه تحط الشوكولات عليه ممكن بابسط حاجة ان احنا نعمل تحلية لذيذة جدا عندنا في البيت فطول الوقت طبعا نقدر نبدع في الافكار وفي الوصفات المختلفة دا كده كان فيديو النهاردة هنختمه مع بعض الجولة سريعة بعض الافكار والدكورات الموجودة عندها في بيتها يا ربي يكون عجبكم بشكركم جدا جدا لو وصلتوا طبعا معي لحد هنا انتوا احلى اخوات في الدنيا فيا رب عند حسن ظنوكم دايما بكل حاجة تعجبكم وتفيدكم وتخلي بيتكم احلى بيت في الدنيا تسسوش لايكاتكم قبل الفيديو ما يخلص واشتراككم لو لسه ما اشتركتوش ويتعليقاتكم في الكومنس على فيديو النهاردة الحاجات اللي حبيتوها من السيدة ونتقابل بكرة على خير بفيديو جديد ان شاء الله وإيه سلام